أعوذي بالله من الشيطير الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل البيئي الوحدة الرابعة عن ملوثات طبية Medical Bollutons وتناول في هذا المقطع أهداف الوحدة أو هذه وحدة Medical Bollutons نتعرف في البداية على الملوثات الكيمية حيوية والأدوية وما تسمى بالBiochemical and Drug Bollutons وهناك نوعان منها ملوثات عادية وملوثات عادية وملوثات عادية وخطيرة والعادية لا تشكل خطورة ويسهل التعامل معها والخطيرة تشكل مشكلة أساسية بالنسبة للبيئة ويتخلص منها بطريقة معينة نمري اثنين ملوثات البكتيرية والفيروسية وهنا Bacterial and Viral Bollutons وتنتشر هذه في الهواء والتربة وتسبب أمراض للكائنات الحية وهناك الفطرية الملوثات الفطرية Fungal Bollutons Fungal Bollutons تسبب الأمراض الجلدية إلى علاقة بالأمراض الجلدية وتنقسم إلى أربع أقسام حسب الأمراض التي تسببها تنقسم إلى أربع أقسام حسب الأمراض التي تسببها نمري أربع النفاية الطبية المستهلكة Disposable Medical Waste Disposable Medical Waste وهنا أيضا تنقسم إلى غسمين عادية وخطيرة زي ما ذكرنا في البداية هنا والخطيرة ممكن هناك مرضية وملوثة ونتراولها بالتفصيل في الشرائح القادمة طرق معالي النفاية الطبية Medical Waste Treatment Medical Waste Treatment وتختلف المعالي حسب نوع وكمية النفايات تنقسم إلى قسمين مما يكون في شكل مدافن أو في شكل حرق مدافن أو حرق وهذه نوع التخلص من النفايات وبهذا نصل إلى نهاية هذا المقطع من أداف هذه الوحدة ولمن أراد تفاصيل أكثر هذه الوحدة ملخصة من كتاب علوم تلوي سلبية ترجمة نانسي قنقر